دفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي وتطوير مجالات التعاون بين الدول العربية جزء أساسي من أجندة السياسة الخارجية المصرية فمصر على مدار التاريخ وبحكم ثقالها ودورها الريادي تمثل قاطرة العمل العربي المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة العربية ثوابت سياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسي حيث استعادت مصر خلال سنوات من العمل الشاقي والعزيمة الصادقة أن تتبوأ دورها الإقليمي التقليدي وتمكنت من خلال وضوح رؤية القيادة السياسية أن تكون طرفا مؤثرا في محيطها الإقليمية القضية الفلسطينية كانت ولا تزال تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية حيث تؤكد مصر دوما على موقفها الثابت من القضية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما ظهر مؤخرا من خلال جهودها لوقف إطلاق النار في غزة واستطرحيب عربي ودولي بما بذلته مصر للتوصل إلى تهدئة وفي إطار الدبلوماسية المصرية الفاعلة برزت دور المصري في معالجة الأزمة السودانية التي اندلعت مؤخرا وتحركت مصر على مسارات مختلفة والتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لدفع طرفي الأزمة لوقف القتال وتمديد الهدنة بشكل دائم والانخراط في حوار سياسي مباشر لحل القضايا العالقة بين الجانبين فضلا عن ذلك لم تألو القاهرة جهدا في تخفيف المعاناة الإنسانية عن كهل الشعب السوداني وهو ما تجلى في استضافة مصر الوافدين السودانيين وغيرهم من الرعاية الأجانب وتوفير جميع متطلبات الحياة لهم وفيما يخص الأزمة في ليبيا لم تألو القاهرة جهدا لوضع نهاية لتلك الأزمة حيث تؤكد مصر دوما على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية تحافظ على وحدة وسلامة أراضيها واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية واستضافت مصر في هذا الإطار العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الأطراف الليبية فضلا عن الحرص على المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية الخاصة بليبيا دبلوماسية مصرية تعد نموذجا رائدا وملهما في إدارة الخلافات والتعامل مع الأزمات العربية بما يحقق مصالح الشعوب العربية وبما يعزز الأمن القومي العربي